السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم اليوم في بداية محاضرتنا لمادة دراسات الجدوى للمرحلة الثالثة قسم إدارة الأعمال موضوعنا لليوم سيكون عن المفاهيم الأساسية في دراسات الجدوى مفهوم دراسة الجدوى رغم المفاهيم التي تعددت بالنسبة إلى دراسات الجدوى لكن يجب علينا التمييز ما بين مفهومين أساسيين بالنسبة لدراسة الجدوى المفهوم الأول يتميز بالشمول وفيه تعني دراسة الجدوى كل الدراسات التي تتعلق بالفرصة الاستثمارية في مراحلها المختلفة منذ أن كانت فكرة حتى الوصول إلى القرار النهائي بقبول الفكرة باعتبارها مبررة اقتصاديا أو رفض هذه الفكرة غير مبررة اقتصاديا المفهوم الثاني فيحصر دراسة الجدوى في المرحلة بين بداية المشروع كفكرة والمرحلة السابقة للتقييم ورغم المفهوم التمييز بين المفهوم الأول والثاني إلا أن الهدف من دراسة الجدوى هو الوصول إلى قرار مدروس بقبول أو رفض المشروع الاستثماري اللي بدأ بفكرة دراسة الجدوى تتضمن كافة الدراسات القانونية والتسويقية والمالية والاقتصادية اللي تمكن من توفير قدر من البيانات والمعلومات تساعد متخذي القرار الاستثماري في اتخاذ قراره بما يحقق أهدافه شنو أنه المفروض اللي يكون دراسة الجدوى تتضمن كافة الدراسات القانونية والتسويقية والمالية والاقتصادية دراسة الجدوى لابد أنه تتطلب إلمام ومعرفة بالعديد من العلوم منها الإدارية والاقتصادية والمحاسبية والإحصائية والفنية والهندسية وغيرها من العلوم طبعاً رح نتطرق على هاي المواضيع في الفصول القادم الدراسة الجدوى تتمحور بين علوم أساسية ثلاث ومهمة جداً هي الاقتصاد والمحاسبة والإدارة الآن بعد ما اتطرقنا على مجموعة من المفاهيم والمضامين الأساسية لدراسة الجدوى رح نتطرق على مفهوم دراسة الجدوى الشامل واللي هو عبارة عن عملية جمع المعلومات عن مشروع مقترح ومن ثم تحديلها لمعرفة إمكانية تنفيذ وتقليل المخاطر وربحية المشروع وبالتالي يجب معرفة مدى نجاح هذا المشروع أو خسارته مقارنة بالسوق المحلي واحتياجاته الموضوع الثاني هو أهمية دراسات الجدوى أهمية دراسة الجدوى تبرز من خلال ارتباطها الوثيق بالقرارات الاستثماري وحتى نعبر من خلال هذه القرارات الاستثمارية لا بد أنه يستلزم الحذر والتريث وعدنا مجموعة من الأسباب التي تخلينا نحذر ونتريث من خلال دراسات الجدوى أهمها لأن قرارات الاستثمار عالة ما يطول آجالها وأن عائد الاستثمار دائما مؤجل حتى لو قصرت فترة التأجيب وأن المبالغ الاستثمارية بالمشروعات الاستثمارية تكون مبالغ ضخمة خاصة في المشروعات الأملاق وأن المشروعات الاستثمارية تعمل في مناخ اقتصادي غير مستقر واقتصاد متحرك بعيدا أنه أمور التضخم وتغيرات الأسعار وزيادتها على وجه الخصوص فقد أصبحت واقعا ملموسا لا يحتاج إلى توضيح ويشير ذلك إلى غمور وعدم تأكد ينتظر مثل تلك المشروعات الاستثمارية عادة الآن عدنا مواصفات دراسة الجدوى مواصفات الدراسة تتوقف على قبول أو رفض دراسة الجدوى على فحص الدراسة للتأكد من مدى دقتها وشموليتها ومناسبتها وقبل قبول الدراسة لابد أنه نتأكد من أنها تستوفي الشروط أو لا وهذه الشروط هي كالآتي أن تكون سهلة القراءة وقابلة للفهم أن تتضح فيها الأسئلة والأمور المهمة في الدراسة تحديد ومناقشة كل الفروض المتصلة بتحليل المشروع تحقق توقعات إدارة المشروع وتحقق الاتساق داخل كل قسم كما تحقق الاتساق بين الأقسام عامة يتوفر فيها تطبيق قواعد البحث العلمي والمنطقي وتحتوي على كافة المعلومات المطوبة كما تستوفي الشروط الواردة في العقد مع المشروع سؤالنا أنه لماذا دراسة الجدوة؟ أي أنه ليش نعمل دراسة جدوة؟ الجواب هو لسببين الأول لتعرف أنت ما تحتاجه لمشروعك وفرص نجاحه والسبب الثاني لتثبت الممولين أن لهذا المشروع يتوقع له النجاح وتحقيق قائد استثمار جيد سؤال الثاني ما هي المشاريع التي تحتاج دراسة جدوة؟ أي مشروع صغيراً كان أو كبيراً يحتاج إلى دراسة جدوة؟ أي جميع المشاريع يحتاج دراسة جدوة؟ كان بسيط أو معقد؟ هنا أنه نطرح سؤال هل أنه يحتاج لدراسة جدوة مثلاً مشروع لفتح محل ملابس أو أدوات مكتبية؟ نعم لكن راح تكون بسيطة إلى حد ما بالنسبة إلى المشاريع الضخمة أكيد هل يمكن الاستعانة بالغير لإعداد دراسة جدوة؟ يمكن الاستعانة بمكاتب استشارية لإعداد دراسة الجدوة للمشروع ويمكن الاستعانة بدراسات جدوة معدة مصفقاً لمشاريع معين أحب أعقب بالنسبة إلى السؤال الاستعانة بالغير لإعداد دراسات الجدوة في حال أنه الاستعانة بدراسة جدوى معدة عن طريق جهات معينة تشجع المشاريع بهاي الحالة احنا راح نختار من بين عدة مشاريع لكن هاي المشاريع راح تكون تقليدي احنا دائما بدراسات الجدوى بالمشاريع احنا نركز على محور الإبداع والابتكار في مشروعنا وفي دراسات الجدوى بالنسبة للمشروع لكن في حال عدم معرفتنا بإعداد دراسة الجدوى لازم أنه راح نحتاج إلى تخطيط ودراسة للمشروع وإذا كان المشروع عملاق وضخم لابد الاستعانة بمكتب استشاري وبكل الأحوال يجب أن تكون هناك دراسة باسلوب لإعداد الدراسة ودقتها ولابد على الأقل عمل دراسة مبدئية للمشروع واللي احنا راح نتطرق بالنسبة إلى الدراسة المبدئية الأولية بالمحاضرة القادمة حول الدراسة الأولية للمشروع هذا كان نهاية محاضرتنا لليوم وشكرا جزيلا لاستمعكم